اهلا بكم سيدتي وسادتي على الهواء مباشرة نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاسبوعية من قناة والفجر وهذه عنوينها الرئيسية خلاف حد في جم يجو حول الاراضي مما ادى الى تدخل رجال الدرك وصابع الاتهام تتجه الى سيد سيد سيسل بانه يسيس مجال العقار في المنطقة سكان ازين بنتلي يعانون من مشكلة تصريف المياه بسبب التجهيزات القديمة اما سكان منطقة بورو في امس الحاجة الى المياه الصالحة للاستخدام ويطالبون من السلطات المزيدة من المساعدة وانبا اخرى ستتابعونها على الهواء مباشرة من قناة والفجر على صفحتنا على الانترنت معكم عبدالخاد الفال التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل سكان جم يجو في خلاف حد حول اراضي مما ادى الى تدخل رجال الدرك وصابع الاتهام تتجه الى سيد سيسل بانه يسيس مجال العقار في المنطقة التفاصيل في التقرير التالي افاد المراسل الدائم لقناة والفجر في ريفسك ان ضجة كبيرة قد ثارت في جم ياجو بين شركة سيليوم العاملة في مجال العقارات ورجالات يعملون في نفس المجال وقد بلغت المواجهة بين الطرفين الى حد تدخل رجال الدرك لحل الازمة وقد وجه الطرف الاخر اصبع الاتهام الى سيد سيسال الذي اتهموه بتسييس عملية بناء 1600 مسكن اجتماعي في منطقة جم ياجو وجدير بالتذكير ان مشكلة الاراضي قد اصبحت متكررة بين السكان والسلطات العاملة في المجال في منطقة جم ياجو مربو الدواج في السنغال يلاقون عدة مشاكل في المجال ويشتاكون من غلاء العلف مع تكاليف اخرى جانبية التفاصيل في تقرير التالي مع استاذ حسن جوف في لقاء حاشد احتج مربو الدواج على الصروف الصعبة التي يعملون تحتها دون اي مساعدة من الجهات المسؤولة وقال الناطق باسمهم ابراهيم فال ان القطرة السنغالية يمتاز بارتفاع درجات الحرارة وتربية الدواج في جو كهزة تحتاج الى معدات ان يوفروها بدون مساعدة ويضاف الى ذلك غلاء سعر العلف بالمقارنة مع مربي المواشي الذين يجدون دعما من الجهات المسؤولة وقد ادت هذه الظروف الى وفاة عدد كبير من الدواج انباؤنا هذه وغيرها سيدتي وسادتي تريدكم تبعا من خناتي والفو تيذي سكان منطقة مباز يطالبون بنقل مرمى قمامات من منطقتهم الى جهات اخرى مناسبة نسبة للمشكلة التي يلاقونها جراء هذا النقل التفاصيل في تقرير التالي يطالب سكان منطقة ملكة بنقل مرمى قمامات مباز عاجلا وبدون قيد ولا شرط وقالوا بان النفيات تمثل قنبلة موقوتة امامهم ويتعرض الاهالي جراءها لعدة امراض وقال الناطق باسمهم ان السكان يزاولون مهنة الرعي ولكن سوء الحالة حال بينهم وبين هذه المهمة وقد افهد المراسل الدائم لقناة والفجر في المنطقة ان النفيات التي تقذف في منطقتهم تبلغ حوالي 1800 طن كل يودون مراعاة المعالجة المناسبة وقد رفعوا صوت طلب النجدة الى السلطات المسؤولة السكان بن تالي يشتكون من مشكلة صرف المياه المطروحة ويتهمون عمدة المنطقة بالاهمال والتهاون على ايجاد حل نهائي له التفاصيل في تقرير تالي يعاني السكان ايزين بن تالي من مشكلة صرف المياه المطروحة نسبة لقدم التجهيزات وقد رفعوا اصوات الاحتجاج كما وجهوا اصابع الاتهال الى عمدة بسكويت تيري وشركة سوسترا وقال المواطن الحاج ابراهيم الصو ان هذه المشكلة تقع على عاطق العمدة وعلى الشركة العاملة في هذا المجل وقد ادت الى سقوط احد اولاد المنطقة داخل المياه حتى تم اسعافه في مستشفى جاسبر كاميرا سكان بكي شرق البلاد يعانون ايضا من مشكلة المياه الصالحة للشرب والاستخدام ويطالبون من شركة المياه الوطني سينالك القيام بتكريرها وتنقيتها نظرا لتخلص من الامراض العالقة التفاصيل في تقرير تالي بلهجة شديدة وتجمع حاشد عبر سكان بكي عن المشكلات التي يعانون منها واكبرها مشكلة المياه العذبة لان مياه المنطقة مالحة جدا مما يسبب لهم ولأولادهم امراضا كثيرة وقالوا بان مياه المنطقة غير صالحة حتى للبناء او الري وقد قال الناتق باسم الاهالي ان 30% من النساء الحاملات يمتنى بسبب المياه غير الصالحة للشرب ويطالبون بتكرير المياه حتى يتيسر استخدامها وتوعدوا باستخدام وسائل اخرى اذا لم تحل مشكلتهم هذه وفي نهاية مسيرتهم سلموا رسالة الشكوى الى السلطات المسؤولة في المنطقة اعلن سكان منطقة مبورو انهم في امس الحاجة الى المياه الصالحة للشرب ويطالبون من السلطات المزيدة من المساعدة التفاصيل في تقرير التالي افاد المراسل الدائم لقناة والفجر ان سكان منطقة مبورو يعانون من مشكلة المياه الصالحة للاستخدام ومن بين سبع قرى في المنطقة لا تتوفر المياه الا في ثلاث منها وقد ذلت هذه المشكلة منذ سبع سنوات حيث كانت شركة اي سي اس تزودهم بالماء ثم وقفت هذه الخدمة كما كانت قد وعدتهم بايجاد بئر ارتوازية قيمتها ستمائة وخمسون مليون فتراجعت عن ذلك مما جعل الاهالي يقطعون مسافات طويلة بحثا عن الماء ومن جهة اخرى يعاني تلاميذ المدارس من عدم توفر الحد الادنى من الماء كذلك وقد رفع الاهالي صوت طلب النجدة الى رئيس الجمهورية نفسه وسألوه عما اذا هم مواطنون سنغاليون ام لا انباؤنا سيدتي وسادتي تردكم طباعا من القسم العربي بهية ازاعتي والفجري وفي قناتي والفجري ارتفاع درجة الحرارة دفعت الزبائن الى الاقبال نحو مواضع بين المكيفات والمراوح التفاصل في تقرير تالي نسبة لارتفاع درجة الحرارة هذه الايام قال بائع المكيفات والمراوح في تحقيق اعلامي قامت به قناة والفجري ان الزبائن قد ازدادوا هذه الايام وبعدهم يفضل النوع الذي يشتغل بالطاقة الشمسية لانه اقل تكلفة في حين ان بعدا اخر يلجأ الى سيانة اجهزتهم القديمة بدل شراء اخرى جديدة مما يعبر عن الفاقة التي يعاني منها المواطنون الى هنا سيدتي وسادتي نكون قد قدمنا لحضرتكم نصرة المحلية بعد حز الفاصل نتناع معكم في الاخبار العالمية لا تذهبوا بعيدا فابقوا معنا في موقف للسيارات تابعا لمعبد الكرنك قام رجل بتفجير نفسه الاربعاء في الساحة المواجهة لمعبد الكرنك بكرنيش النيل بمحافظة الاقصر وذكرت بعض وسائل الاعلام ان ثلاثة اشخاص مسلحين على متن سيارة حاول اقتحام الحاجز الامني الواقع في طريق معبد الكرنك على بعد كليومترين من وسط الاقصر وقام شخصان بالخروج واطلاق النار على الشرطة التي ردت واردفت احدهما قتيلة فيما يعاني الاخر من جروح خطيرة بينما خرج الثالث من داخل السيارة واخترق الحاجز وفجر نفسه واضافت المصادر ان الانفجار تسبب في اصابة عدد من الاشخاص من اصحاب البازارات السياحية والمحال التجاري الموجودة بمحيط المعبد وحسب وزير الصحة المصرية فانه ليس هناك اجانب بين المصابين العملية لم تتبنها اي توجه وتعرف مصر موجة من العنف اليومي بعد اللي طاح بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013 مأساة الجوع في جنوب السودان باتت تشكل حقيقة مفزعة لهذا البلد الفتي حسب اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي اكدت ان هذه المعضلة اصبحت تهدد حياة مئات الالاف من الاشخاص المشردين جراء الصراع الدائر بين المتمردين والقوات الحكومية مشيرة الى ان تصاعد القتال ونقص الغذاء جعل من نبات زنبق الماء الوجبة الوحيدة للنازحين بالمناطق الاكثر تأثرا كمنطقة لير بولاية الوحدة فصل الشتاء يقترب هنا وهذا يعني ان هؤلاء النازحين لن يكون بمقدورهم الزراعة وبالتالي لن يكون لديهم ما يكفي لسد احتياجاتهم الغذائية خلال الاشهر المقبلة نحن نتجه نحو مرحلة معقدة بنسبة لنازحين مناطق اخرى معنية ايضا بخطر المجاعة حسب المنظمة الاغافية وهي جونجلي وشمال بحر الغزال وولاية اعالي النيل بينما يصع الصليب الاحمر هذا العام الى توزيع حصص غذائية على 330 الف شخص من بين حوالى 4 ملايين و600 مليون سوداني جنوبي يواجهون تدهورا حادا في الامن الغذائي في الوقت الذي تستبعد فيه المنظمة استئناف محادثات السلام بين اطراف النزاع في المستقبل القريب وقع ممثل 26 دولة افريقية اتفاقا مبدئيا في مدينة شرم الشيخ المصرية لانشاء منطقة الاتجارة الحرة تربط بين ثلاثة تكتلات افريقية تمثل 57% من سكان القارة الاتفاق الذي من شأنه تسهين انتقال المنتجات والبضائع سيحتاج الى اقراره من قبل برلمانات الدول الموقعة المهم الان بالنسبة للزعماء هو استمرار هذه المبادرة بشكل منتظم ان المجتمع الدولي مستعد ايضا للدخول في شراكة مع الدول الافريقية ان البنك الدولي على وجه الخصوص يعد دائما قويا جدا لهذه المبادرة هكذا يقول السفير النيجيري في مصر الاتفاق الجديد يضم جنوب افريقيا ومصر هما الاقتصادان الاكثر تطورا في القارة بيد ان نيجيريا التي تسجل اول اجمالين الناتج المحلي في افريقيا بفضل النفط ليست عضوا في المجموعة قمة اليوم هي خطوة مهمة نحو استغلال القدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية للقارة الافريقية وهو ما سيعود بالنفع بالدرجة الاولى على المواطن الافريقي كما يأمل المجتمعون هنا محمد شيخ ابراهيم يورو نيوز شرم الشيخ في العاشر من شهر يونيو خزيران من عام 2014 دخل مقاتل تنظيم الدولة الاسلامية مدينة الموصل العراقية لباست سيطرتهم عليها أسابيع بعد الاستيلة على المدينة بالكامل والمدن والقرى المجاورة قام مقاتل تنظيم برفع علامهم الأسود على المباني الحكومية والاحتفال بغنيمتهم الجديدة كما أعلن المتحدث باسم طائفة مدى العدناني إقامة الخلافة الإسلامية استغل تنظيم المعروف باسم داعش الخلافات السياسية التي تمذق العراق بين الطائفة الشيعية التي بيدها السلطة والطائفة السنية التي تتهم سلطات المركزية بتهميشها رجال تنظيم الدولة فرضوا سياسة الرعب على سكان المدينة عمليات قطع الرعوس ووقوبات الجلد والسجن والقتل بالرصاص لكل من يرفض مبايعة الخليفة أو من يعارض تفسيرات التنظيم المتشدد بشريعة الإسلامية مؤديا إلى تكثيف نزوح عشرات الآلاف من سكان المدينة إلى إقليم كردستان خاصة من المسيحيين والأزيديين ما أثار قلق المجتمع الدولي الذي سارع بالتحرك لمد قوات البشمرقة بالأسلحة كما ودع تحالف عسكري يقوم بضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة فيما محاولات القوات العراقية وعناصر الحج الشعب لاستعادة السيطر على محافظة الأنبار باءت بالفشل إلى حد الآن حالة الظعر تنتاب الكوريين عقب انتشار فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط العاملون في القطاع الصحي الذين يعالجون المصابين بالفيروس حاولوا ارتداء اللباس الواقي واتخاذ كافة الإجراءات لاتفاد انتقال العدو إليهم خاصة والفيروس يشهد انتشارا غير مسبوقة المركز الكوري لمراقبة الأمراض الوقاية منها أكد أن المرأة الحاملة التي أصيبت بالعدو خلال زيارتها لقاعة الاستعجلات هذه المرأة حالتها تحسنت السلطات الكورية أحصت 122 إصابة بالفيروس فيما ارتفع العدد الإجمال للوفيات إلى تستعاد البلاد اتخذت إجراءات استثنائية لتفادي انتقال العدو فرق خاصة عمدت إلى تعقيم وسائل النقل العام على غرار القطارات ولكن أيضا سيارات الأجراء وسط مدينة بيجي دمار ودخان ونار بعد أسابيع من القتال الضاري تمكنت وحدات الحشد الشعبي وعناصر الشرطة الاتحادية العراقية من تحرير مدينة بيجي شمال تكريت في محافظة صلاح الدين مدينة هجر القتال سكانها الذين يفوق عددهم 200 ألف نسمة هؤلاء المتطوعون من الحشد الشعبي يبدون قدرات معنوية وقتالية تفوق قدرات الجيش العراقي تنظيم الدولة الإسلامية خلف وراءه العديد من جثث مقاتليه والمئات من العبوات الناسفة المزروعة هنا وهناك ألغام تقليدية تهدد بالانفجار في أي لحظة بيجي مدينة تسبح فوق النفط والألغام وتحريرها يشكل ضربة قوية للتنظيم الذي كان يستخدمها قاعدة لإمداد مقاتليه في العراق بالسلاح القادم من سوريا وفضلا عن موقعها الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى الموصل توجد بمدينة بيجي أكبر مصفات نفطية في العراق توقف بها العمل منذ عام هذه القاعدة النفطية الضخمة لم تسلم من العبوات الناسفة وأعمال التدمير والتخريب إذ تبدو آثار العربات المفخخة في كل مكان هذا الشفل قبل تشميهم جزوا أنه دواعش هذا مصفح مفخخ من الواع التفخيص والدواع الساتر الأمامي وقفنا حاليا بالرمي بالبكيسيات 23 تحرير مدينة بيجي من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية قد يساهم في رفع معنويات الجيش العراقي ويدفعه إلى تحرير المصفات لكن المهمة تبدو في غاية الصعوبة ونذكركم سيدتي وسادتي مساعدنا العزاء بأنكم تتابعون قناة والفجر بعد هذا الفتنة معكم في الأخبار الرياضية مع محمد صافي أيزائينا المشاهدين الكرام أحلا ومرحبا بكم في صفحتنا الرياضية وحيث نبدأها بكأس السنقال في مسيرته إلى الدور السادسة عشر من النهائيات حيث جمع يوزو ضد جراف وانتحت بواحد على سلاسة ويوزبا سينيبس انتهت واحد سلاسة على واحد وجفتي يوز راي انتهى بأربع واحد وليزيانا غوري صفر على اسنين وأسكولي ضد نياري وعادل زيغنتر لم يفعل كثيرا بعد أن فاز بواحد اسنين على واحد ضد دارة جمبور ضد مباك انتهى بسبعة على واحد حيث سحق هذا الأخير جمبور ضد أزور انتهى بخماسية على واحد وراس سان لويس أفسي انتهى بواحد على سفر وإليكم جدول هذا الخميس 11 يونيو باستاد ملعب دينباجوب في السمام الرابع حشلم كازا وفي تمام السادسة دوان ضد ام بي سي وبملعب آمدو باري سيلعب في تمام الرابعة مسان الديس كابو ضد برقيتش وفي تمام السادسة سيلعب اسفا ضد ييغو وبملعب كارولين فاي سيلعب وليدان ضد بكين أما في ملعب مواد واد في تمام الخامسة مسان سيلعب ايج بي فوت ضد جين فوت وفي تمام الخامسة اندار قج ضد نغور ننقلكم إلى الليق واحد السينقالية حيث في الدور السالسة والعشرين في نصف النهايات جمع الخميس الماضي باستاد ملعب دينباجوب في تمام السادسة يوزا جي افسي وفي تمام السادسة مساء نيار تلي سيجمع بين لينجير وبملعب آلين سيتوي جاتا في تمام الخامسة والربع سيلعب كازا ضد مبور بيتيت كوت الساحل الصغير وفي ملعب كارولين فاي في تمام أيضا الخامسة والربع سيلعب استاد دينبور ضد فريق اسبيكين وبملعب فوديوات في تمام نفس الساعة الخامسة والربع سيلعب جنبار ضد دوان أما أحد بعده الذي سيلعب بدمجوب في تمام الرابعة مساء بور ديدا سينيور وفي تمام السادسة غور جراب والآن في لقاء اثنين أيضا في نفس المنهج في اليوم السالسة والعشرون على التوالي في يوم الأربع سيلعب في تيواون في تمام الخامسة والنصف كايورفود ضد فريق رينيسانس والبورينجاي ملعب سيلعب فيه في تمام الخامسة والربع جنبور ضد يوف وفي مواد واد ملعب ذلك سيلعب أيضا في تمام الخامسة والربع ندار جج ضد أسفا وفي ملعب أمدو بري في تمام السادسة سيلعب دوك ضد شالوم وفي تمام السادسة سيلعب يوغو ضد ايتيكت والإثنين المقبل في ملعب بسيروفاي في تمام الخامسة والربع دهرى ضد قوري والأحد المقبل في ملعب دنبجوب في تمام الخامسة سيلعب ديسي ضد برقيت الآن ننقلكم إلى الكوبا الأمريكية خارج الديار حيث صدر هذه الأحلي ضد كوبا أمريكا عدد الفرق 12 والجميع المباراة 26 والفرق المؤدية لها التأهيل فهي 8 فرقة جمعة هذه الفرق وفي ربعه النهائيات إلينا هذا الفرق يوم 24 يونيو في تمام التاسعة والنصف سيلعب هذه المنتخبات والفرقة الثانية ستلعب في 24 يونيو في تمام 11 والنصف ليلا أما في الفرقة الثالثة 25 يونيو في تمام 11 و30 ليلا إما الفرقة الرابعة في 26 يونيو في تمام 11 و30 ليلا أما ربع النهايات سيكون بين الفرق التي تأهلت ويكون في 28 يونيو في تمام 11 والنصف الثاني سيكون في 29 يونيو في تمام أيضا 11 و30 والمركز الثالث سيلعب في يوم 2 يونيو في تمام 11 والنصف والنهائيات ستلعب يوم 4 يونيو يونيو في تمام التاسعة مساء الآن سننقلكم إلى المصارعة الشعبية التي دارت في هذه الفرق المباراة لا تزال تذكر اللقاء الحاسم بين المصارع زاركو وسيتة ومصارعان كأنهما في النسيان تفاتين وزوس الإبلاق يكيني سيرجو إلى ساحة المصارع بخاصة ظهوره يوم 12 يونيو بملاب إبامار جوب بعد خمس سنين غيابا عند الهزيمة التي ألحقت به 12 أبليل 2010 وتدلي بعض الأقوال أن أما بلدي أفضل مسارع شعبي هذا الموسم ويحلم ساتيس بأن يكون ملك القفوس ويتحضر ليثأر شقيقه بلاجي سنين الذي ذاق الخسارة زهابا وإيابا أمام المصارع أم سين وإليكم جدول الصراعات المقبلة لهذا الموسم سنلاقي الجمعة الثاني عشر يونيو 2015 ستة ضد زاركو ويوم السبت 13 يونيو سيقابل غولي إسنين ضد منبلا وفي يوم الأحد 14 يونيو سيقابل ديجي ضد بويراخ وفي يوم الأحد الذي يلي 25 يونيو سيقابل مودلو ضد بومبرجو حيث استيناف الكبار وفي الجمعة واحد